بسم الله الرحمن الرحيم أعيادكم مباركة وكل عام أنتم طيبين وأهلا وسهلا بكم في الأجندة في السنوات العشر العجافي الأخيرة ظهرت في الناس آراء ومقولات ما كان بالإمكان سماعها في العقود السابقة منها رأي يقول أن النظمة الملكية التي حكمت بعض البلدان العربية أو بعض البلدان العربية أكثر نجاحا من النظم الجمهورية من حيث أنها نظم مستكرة لم تشهد نزاعات مدمرة كما شهدت الجمهوريات العربية ومن حيث أيضا مستوى دخل الفرد فيها ومستوى تعليمه وتأهيله وبناء على هذه المقدمة يرتبون نتيجة خطيرة تقول إذن لا بد من عودة الملكيات التي ثرنا عليها قبل خمسين عاما في كل من مصر والعراك واليمن وليبيا على الأقل وهذه الشبهة أصبحت تتردد على ألسنة الأجيال الجديدة ونظرا لخطورتها رأينا أن نخصص هذه الحلقة لمناقشتها من خلال الإجابة على بعض أسئلتها ما الأسباب الحقيقية للاستقرار النسبي الذي شهدته بعض الأنظمة العربية الملكية هل الأمر عائد لطبيعة النظام الملكي نفسه أم لأسباب عارضة أخرى وغير ذلك من الأسئلة التي سنناكشوها فكونوا معنا في اليوتيوب شاهدتم مقطع فيديو طريف فيه ثلاثة من صيادية السمك يكفون على حافة جسر مطلة على البحر يمسكون بسنارات الصيد من مدة يبدو أنهم من ساعة دون أن يحصلوا على نتيجة ولا اصطادوا سمكة ثم جاء من ورائهم صياد رابع بيده سنارة أيضا يمشي متمائلا راكصا وهو يصفر ويهتز طربا وفور وصوله إلى حافة الجسر بجانبهم يعني بجوارهم ألقى صنارة الصيد في البحر وعلى الفور علقت سمكة رفعها وعاد من حيث جاء وهو يصفر ويتماير راكصا أيضا نظر إليه الصيادون الثلاثة باندهاش وكأنهم يتساءلون كيف استطاع الحصول على سمكة من الوهل الأولى ونحن الثلاثة لنا ساعة زمن لم نحصل على شيء لا بد أن في الأمر سرا فكروا وقدروا بسرعة في السر ووصلوا إلى نتيجة واحدة ثلاثة خلال ثواني السر يكمن في تمايل الرجل وتصفيره ما فيش غيره الرجل ما عندوش حاجة ثانية زياد غير أنه كان يتمايل ويصفر إذن السر في التصفير والتمايل والركصان فاتجهوا فورا إلى البحر وألقوا صنانيرهم وهم يتميلون ويصفرون المقطع الطريف أراد أن يوصل فكرة معروفة في درس المغالطات المنطقية هناك فرع في المنطق يسمى المغالطات المنطقية والمغالطات المنطقية هي تلك التي تربط النتيجة بغير أسبابها أو تتلاعب بالمكدمات والنتائج لأغراض غير شريفة والمغالطات المنطقية أنواع كثير منها مغالطة تسمى مغالطة تحيز النتائج يعني على سبيل المثال كد يفكر شخص في سؤال منطقي يقول لماذا وجد عصر النهضة أو ظهر عصر النهضة عصر النهضة في المجتمعات الغربية وليس في المجتمعات العربية أو مجتمعات أفريقيا أو آسيا مثلا أمام هذا الشخص إجابات كثيرة أكثر من إجابة ذات طابع علمي ومنهجي لكنه لا يرغب في إتعاب دماغ بالتفكير في تفاصيل الموضوع المعقد ويفضل أن ينسب ظهور النهضة الأوروبية لسبب واضح بسيط وكريم يختار الديانة المسيحية التي اعتنكتها أوروبا لفترة ويقول لك السبب هي الديانة المسيحية وينسب التخلف من ثم إلى الإسلام والبوذية العامل الديني يقول لك العامل الديني هنا هو الذي كان العامل الفارق يستطيع صاحب هذا الاستنتاج الغريب أن يجادل عن فرضية طبعا بكلام كثير يستطيع أن يقدم كراء على صحة كلامه يستطيع أن يقول مثلا لا يوجد ما يميز الغرب عن الأمم الأخرى سوى الدين أو الموقع الجغرافي ولا شك أن أحد هذين العاملين هو الذي ساعد على اكتشاف العلم الحديث أو النهضة الأوروبية تحديدا لأنه قبل النهضة هذا النوع من التفكير يسمى التحيز للنتائج وهو تفكير سطحي وهذا النوع من المغالطات يسمى مغالطة التحيز للنتائج تذكرت هذه الفكرة عندما لاحظت أن صوتا خفيضا بدأ يرتفع في المجتمعات العربية يزعم بأن الدول ذات النظام الملكي أكثر نجاحا من الدول ذات النظام الجمهوري بدليل بدليل الواقع المشاهد الدول الملكية مستكرة ناجحة بينما الدول الجمهورية في حالة ثورة وقلق وحروب أهلية ومن ثم فإن هذا الصوت يطالب بعودة الملكيات العربية التي ثارت عليها الشعوب قبل نصف قرن لأنه بيعتقد أنه سر النجاح فيه طبيعة النظام نفسه النظام الملكي على طريقة الصياطين اللي اعتقدوا أنه سر الصيد هو في التصفير والتمايل يعني وسؤال المنطقي هل هذا الكلام منطقي؟ هل حقا أن النظم الملكية أنجح من النظم الجمهورية؟ ولماذا؟ نتابع لابد أولا من الاعتراف بأن الدول الملكية في المنطقة العربية قد حققت استقرارا نسبيا في مجال السياسة عكس شقيقاتها الجمهوريات ولا شك أن المواطن في أغلب هذه الدول الملكية يشعر بالرفاه الاقتصادي أكثر من شقيقه المواطن في الدول الجمهورية المجاورة هذا واضح لكن الأمر هذا الفارق لصالح الملكيات هل هو عائد إلى طبيعة النظم الملكية نفسها؟ أم لأسباب أخرى؟ السؤال بصيغة أخرى هل استكرت الملكيات لأنها ملكيات؟ أم لأسباب جانبية أخرى؟ وهل حقا الجمهوريات كانت أكل نجاحا؟ ما هي المعايير التي ممكن نكيم بها نجاح الدول وفشلها؟ للإجابة على السؤال الأول دعونا نلقي نظرة على الملكيات العربية لدينا في الوطن العربي ثمان دول تحكمها نظم ملكية منها ست دول تقع على البحيرة النفطية والغازية في شبه الجزيرة العربية أي أنها دول ذات اقتصاد ريعي الاقتصاد الريعي هو نمط اقتصادي يعتمد على الموارد الطبيعية التي تأتي من الطبيعة وليس على الإنسان كمورد للاقتصاد يعني دولة جالسة على بئر نفط تغرف منها وتبيع وتستلم فلوس بالمليارات ويصبح لدى الدولة الريعية فائف أموال تستخدمه في رشوة الشعب حقها أولاً قبل كل شيء رشوة الشعب للرضا عنها والسكوت عن المطالبة بأي إصلاحات سياسية أو أي مطالب حقوقية والإنسان إذا وجد الغذاء والدواء والتعليم والرفاه فإنه غالباً لن يفكر في معارضة النظام ومطالبة بقية الحقوق السياسية في الغالب والكلة الكليلة فقط من الأحرار هم الذين سيسألون عن قيم الحرية والكرامة والتنمية البشرية في مثل هذه الدول الغنية وهذا العامل الاقتصادي هو أهم عامل وفر للنظم الملكية في المنطقة العربية وفر لها الاستقرار الاجتماعي النسبي وليس طبيعة النظام الحاكم البال، الفلوس، الثروة هي التي وفرت هذا الاستقرار هذا هو العامل الأول طبعاً وليس العامل الأخير أو العامل الوحيد من حسن حظ الدول الملكية في الوطن العربي أن معظمها نشأ فوق الصفيحة النفطية والغازية بينما معظم الجمهوريات العربية نشأت في الأرض الجدباء لكن قد يقال وماذا عن الجمهوريات العراقية مثلاً؟ هلم تكن دولة نفطية كباقية دول الخليج؟ إذن لماذا لم تشهد استقراراً مثل النظم الملكية الخليجية مثلاً؟ والجواب هو أن عامل الاقتصاد الريعي لم يكن وحده كافياً لضمان الاستقرار السياسي للدولة هناك عاملان آخران أو ثلاثة يشاركان في العامل الاقتصادي وعامل رابع يخص العراق هو تكوينها الطائفي وقربها من إيران هذا عامل كان له دور كبير جداً العامل الثاني بعد الثروة الذي أسهم في استقرار الدول الملكية هو عامل الديمغرافية السكانية معظم الدول العربية الملكية لا تعاني من الكثافة السكانية التي تعاني منها الجمهوريات العربية عدد مواطني اليمن أكبر من عدد مواطني دول الخليج كلهم المواطنين وليس السكان في آخر إحصائية بلغ عدد مواطنية دول الخليجية الست حوالي 26 مليون نسمة 26 و300 ألف أو 400 ألف في حين أن اليمن تكاد تتجاوز 30 مليون يعني عدد سكان اليمن أكثر من عدد مواطني دول الخليج كلها 26 مليون مواطن خليجي يعيشون فوق بحيرة نفطية وتحت حرارة الشمس القاتلة لماذا سيفكرون في تغيير النظام؟ إذن القصة ليست قصة نظام حكم بل قصة صدفة جيولوجية وصدفة بيولوجية هذا العامل الثاني العامل الثالث الذي ضمن لمعظم الدول الملكية نوعا من الاستقرار النسبي كما نعتقد سنتحدث عنه في الفقرة التالية العامل الثالث الذي ضمن استقرارا نسبيا لمعظم الملكيات العربية هو علاكتها الجيدة والسرية بالمشروع الصيوني طوال الفترة الماضية معظم الدول الملكية العربية كانت على علاكات ممتازة مع إسرائيل في السر أو في العلب من أول الأمر على عكس الجمهوريات العربية التي اختارت طريق العداء الصريح للكيان الصيوني وصلت العلاقات الحميمة بين إسرائيل ودولة مثل المغرب ملكية إلى حد أن الملك المغرب الراحل الحسن الثاني قد أدخل جواسيس الموساد الإسرائيلي إلى مكر اجتماع الدول العربية في الرباط ليتجسس على الرؤساء العرب عام 65 كما صرح الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية شلومو غازيت الذي قال أن هذه الخدمة قد ساعدت إسرائيل على الانتصار في حرب 67 لأن الاجتماع كان قبلها بسنتين فقط اجتماع الدول العربية وقد روى هذه الفضيحة أيضا الرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مشيديان في مذكراته لأنه كان على رأس فريق التجسس حينها كان جالس يوصف المكتب في المذكرات يوصف المكتب اللي أدخلهم فيه الملك المغربي ويوصف الخشب ومن أي نوع هو ومن إنجاو ومن أي غابات مستمتع يعني وهذا يعني أن علاقة النظام الملك المغربي مع إسرائيل أكوى من علاقته مع الدول العربية نفسها في حين كان النظام الليبي بجوارف في حالة والنظام الجزائري في حالة ثورة وصراع مع الكيان الصايوني كذلك الحال مع النظام الملك الهاشمي في الأردن له علاقات قوية مع إسرائيل ومن المعروف أن الملك الأردني الراحل حسين بن طلال في حرب ثلاثة وسبعين الحرب التالية ذهب بنفسه للقاء رئيس وزراء إسرائيل جلدة مائر كانت امرأة علشان يبلغها بأن مصر وسوريا تستعدان لمهاجمة إسرائيل وكان الرئيسان المصري أنور السادات والسوري حينها قد حاولا إخفاء هذا الأمر عن الملك الأردني لأنهما يعرفان علاكتها الوطيدة بإسرائيل لكنهما كان مضطران للحديث عن موضوع الحرب لكي يضمن عدم دخول القوات الإسرائيلية من الحدود الأردنية كلموا على شاب بس يضمنوا هذا الجانب لكن مجرد ما سمع الكلام اتجه فورا إلى إسرائيل ليبلغهم بأن الجماعة العرب يعدون العدة لحربكم كما قالت وثائق إسرائيلية وثائق إغرانات الإسرائيلية وكما قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي نفسه جنرال إلياهو زيرة الذي سجل لقاء الملك حسين بجلد مائر في استوانة سنستمع إلى كلامه هو شخصيا في نهاية الفكرة هذا الملك الثاني الملكية الثانية بعد المغرب الأردن من بقي من الملكيات؟ دول الخليج علاقة دول الخليج معروفة بإسرائيل ومنقرة أحنا بشايفينها اليوم على أحلى ما يكون يعني سامنا على عسل لأن هذه الدول كما قال المفكر الكويت العبدالله النفيسي أنشأها الاستعمار بيده بعد رحيله وبعض هذه الدول لجأ إلى الاعتراف بإسرائيل والتعامل معها لحماية نفسه من التغول السعودية وبطش السعودية وطمعها في ثروته كما هو حال قطر إذن معظم النظم الملكية العربية أو جميعها باستثناء الكويت لها علاقة ممتازة بإسرائيل وهذا عامل أمان كبير لهذه النظم ولذلك الكويت الآن مهدد بكلاه كل مشاكل لأنه الرضا إسرائيل من رضا الغرب ومن رضا أمريكا ورضا أمريكا يضمن الكثير من الاستقرار الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تستكر الفترة الماضية هي الكويت بسبب موقفها من الماسونية لما رفضت أن تكون عاصما للماسونية بعد بيروت وبسبب موقفها من الديمقراطية هذا هو اللي يخلها عرضا للانتكاسات والمشاكل أما الدول الجمهورية فقد كانت غالبا معبرة عن مواقف شعوبية تجاه القضية الفلسطينية مثلما كان حال نظام صدام حسين الذي دفع حياة الثمنا لهذه العدوة مع إسرائيل في حين كانت إيران تشتري السلاح من إسرائيل في حربها على العراق وهي الآن تنسك مع الإمارات حليفة إسرائيل الأولى في كثير من ملفات المنطقة والإمارات هي إسرائيل هي إسرائيل الثانية في المنطقة والحليف الأكبر لا كما قلت دعونا نستمع إلى رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي وهو يتحدث عن خيانة الملك حسين للعرب في حرب 73 استقل الملك حسين طائرته سرا وتوجه للاجتماع بالعدو رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مئير كنت قلقا وخائفا من أن حالة اللا حرب ولا سلم ستؤدي بنا إلى مصاعب جدية الموضوع الوحيد الذي أثاره الملك حسين في ذلك الاجتماع كان تحذيره من احتمال قيام سوريا ومصر بشن هجوم على إسرائيل استقبلت جولدا مئير الملك حسين على انفراد رئيس الاستخبارات الإسرائيلية الذي كان يستمع سرا إلى الحديث المسجل لاحظ أنها لم تأخذ الأمر بجدية لم تأخذ هذه المعلومات على أنها موثوق بها 100% لأن الملك حسين لم يكن متأكدا بنفسه إذن هناك ثلاثة عوامل مجتمعة هي التي حققت الاستقرار النسبي للدول الملكية في الوطن العربي هي عامل الاقتصاد الريعي الذي سبب وفرة مالية كبيرة وحالة رفاه اجتماعي والعامل الثاني كلت عدد السكان الأصليين لهذه الدول أو لمعظمها باستثناء المغرب والعامل الثالث هو العلاقة الجيدة مع إسرائيل وأمريكا يعني الميزة لم تكن في طبيعة النظام الملكي نفسه أو فساد النظام الجمهوري نفسه كما يحلو لبعض الناس أن يتوهو بل في طبيعة العوامل التي اجتمعت لهذه الدول ما هي كانت الأنظمة الملكية الأخرى يعني معرضة للقلاكل وحصلت عليها انقلابات وجاءت جمهوريات ما نقع لأنه دائماً الملكيات مستكرة لكن بكي عامل الرابع هو أن الدول الملكية قد استعانت بالمؤسسة الدينية لترسيخ مشروعيتها بينما طبعاً مشروعيتها بين الناس أكثر من الدول الجمهورية الملوك استعانوا كالعادة بالأحبار والكهنة لإقناع الناس بأن طاعة الملك من طاعة الله بينما رؤساء الجمهوريات لا يستطيعون ذلك بنفس الكفاءة على الأكل يعني ما يقدرش يوظفوا المؤسسات الدينية بنفس الكفاءة التي وظفتها الملكيات وهذا عائد لمشكلة داخل التيار الديني نفسه لأنه ميال للملكيات أكثر من الجمهوريات التيار الديني شكلها التاريخ الإسلامي وليس الدين الإسلامي يعني العقل الديني عندنا تم تشكيل من قبل التاريخ الديني وليس الدين نفسه والتاريخ الديني كان تاريخ ملكيات ولذلك عندهم ولاء للملكيات بالفطرة هناك قطاع من المتدينين السلفيين خرج من كتب التاريخ لا يعرف من شكل النظام الحكم إلا شكل الملكي أما الشكل الجمهوري فهو بيدعم مستحدثة تجعل الحكم شورى بين المسلمين وهو ما عندهش هذا الكلام هذا كلام القرآن هذا كلام القرآن الحكم شورى بين المسلمين هذا كلام القرآن لكن احنا أهل السنة والجماعة بيقولوا كلام ذاني يعني احنا ننقد هذا التيار البائس التيار الجامع البائس هم مشهم على سنة القرآن هم على سنة القياصرة والأكاسرة التي يسمونها سنة الصلف الصالح وقد أسهم الخطاب الدين السلفي في تكوية النظمة الملكية على حساب شعوبها طبعا الآن الشعوب الخليجية هذه عايشة كأنها ماذا أقول يعني الجواري والإماء وضعها في العصر العباسي كان أفضل من وضع الشعوب الخليجية باستثناءات كليلة محدودة دول كليلة محدودة عندها نفس لكن يبقى سؤال لابد من الإجابة عليه لنكتب عشان تكتمل الصورة طبعا هو أنه إذا استبعدنا العوامل الثلاثة أو الأربعة السابقة من المنافسة وقررنا بين كفاءة النظام الملكي والنظام الجمهوري السؤال أيهما سيكون أكفأ وأفضل إذا استبعدنا هذه العوامل الثلاثة أو الأربعة ودخلوا النظام الملكي والجمهوري في منافسة من سيكون؟ من هو الأفضل؟ أنا لن أتي بإجابة من عندي أنا أخاطب الناس بأبسط لغة ممكنة يعني ليس بطريقة أكاديمية الإجابة سنجيبها من الواقع سأترك الواقع نفسه يتحدث ويجيب عن طريق سؤال هل هناك دولة ملكية حققت ما حققه النظام الجمهوري في سوريا مثلا؟ من نجاحات على كافة المجالات بأبسط الإمكانيات الاقتصادية؟ كيف كانت سوريا في مجال التصنيع والتعليم والصحة والفنون بالرغم من النظام؟ بعيدا عن مسألة الاستبداد السياسي في سوريا بعيد نحن بنسأل الآن عن لأن كله مستبدين كل الحكومات تعاني من يعني كل الشعوب تعاني من مشكلة الاستبداد لكن إذا كرنا بين النظمة الملكية المستبددة والنظمة الجمهورية المستبددة من من الملكية استطعت أن تحقق ما حققها النظام السياسي السوري النظام الجمهوري السوري في مجالات التصنيع التعليم الصحة الفنون قبل أن يتدخل المال الخليجي والمعامرة الدولية لهدم سوريا على رؤوس أهلها بل هناك دولة ملكية يعني هل هناك عفوا دولة ملكية حققت من الإنجازات ما حققه صدام حسين في العراق قبل أن يقع في مصيدة الكويت قبل أن يتأمر عليه الخليجيون وحلف الصهاينة أيضا العراق في عصر صدام حسين في فترة الثمانينات كان متفوق على دول الخليج كلها من حيث التقدم العلمي والمؤسساتي وغيره أنا لا أمدح الأنظمة الاستبدادية بالطبع وإنما أريد أن أحلل الأمور بمنطق علمي بحت إذا ما كررنا بينما حققته جمهورية صغيرة مثل تونس بمواردها البسيطة ستجد متفوكا على كل دول الخليج بمواردها الضخمة بالمعايير العلمية لأن العبرة ليست بالمباني والسيارات الفارعة بل بما حققته الدولة من إنجازات حقيقية ارتفعت وارتكت بالإنسان وهذبت الإنسان حضاريا أيهم أكثر تهذيبا الإنسان التونسي ولا الإنسان الخليجي أيهم أكثر علما وكفاءة من الناحية العلمية إنجازات على مستويات الصحة والتعليم والثقافة في تونس أفضل من السعودية مع أن تونس لا شيء من ناحية الاقتصاد أين كفاءة المواطن الخليجي من كفاءة المواطن التونسي أو كفاءة المواطن السوري أو حتى كفاءة المواطن اللبناني هذه كلها جمهوريات اللبناني يدير الشركات والمؤسسات في أنحاء العالم السوري يتولى مناصب رئاسة الجمهورية في أمريكا اللاتينية السوريون واللبنانيون يديرون المؤسسات الناجحة في أنحاء العالم أين المواطن الخليجي بل أين ما حققته النظم الملكية أو النظام الملك السعودي بجوار ما حققه النظام الجمهوري السوري كما قلت بالرغم من الفارق الهائل بين الإمكانات بل أين إنجازات النظام السعودي الملكي بجوار إنجازات نظام صدام حسين قبل أن يقع في الفخ ويدخل الكصبة العراق كما قلت في العهد الجمهوري حقق إنجازات على مستوى التعليم والتصنيع والتنمية لا مثيل لا في أي دولة عربية كان لو لا المؤامرة إذن إذا قارننا بين الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية العربية بمعيار الإنجاز الصرف بعد استبعاد العوامل الخاصة التي ذكرناها سابقاً ستكون الكفاءة لصالح الأنظمة الجمهورية الكفة عفواً إذن أين المشكلة؟ أين المشكلة في الأنظمة الجمهورية؟ لماذا هذا القلق؟ نتابع هذا في الفكرة القادمة النتيجة الحقيقية التي خلصنا إليها من الحديث السابق هي أن نجاح الدول في تحقيق النمو بكل معاني ليس مرتبطاً بشكل نظام الحكم فليس المهم هل النظام جمهوري ولا النظام ملكي؟ بل كيف يحكم النظام؟ هناك أنظمة ملكية في العالم ناجحة جداً وهناك أنظمة جمهورية ناجحة جداً بريطانيا مثلاً دولة ملكية وألمانيا جمهورية كلاهما ناجحة اليابان ملكية وكوريش الجنوبية جمهورية وكلها دول ناجحة ومتفوكة إذن علينا أن نبحث عن الأسباب الحقيقية خارج الشكل الجمهوري والشكل الملكي هذه الأسباب في نظري تتعلق بطريقة النظام في الحكم طبيعة النظام يعني موقف من الديمقراطية باختصار من المعروف أن جميع الملكيات الناجحة في العالم هي ملكيات دستورية وليست ملكيات مطلقة مستبدة مثل ما هو حال الممالك العربية وهذا يعني أن نظام حكمها لا يختلف كثيراً عن نظام الجمهوري الملكيات في العالم مثل الجمهوريات لا تختلف عنها كثيراً لأن الحكومة في النظام الملكي في العالم في بريطانيا، في هولندا، في غيرها الحكومة هي التي تدير البلاد وليس الملك والحكومة في هذه الدول الملكية منتخبة ديمقراطية يعني جمهوريات إذن جميع الملكيات الناجحة في العالم هي ملكيات ذات مضامين جمهورية ملكيات ذات نهج ديمقراطية وهذا هو سر نجاحها ولا فرق بين الملكيات الديمقراطية والجمهوريات الديمقراطية بناء على هذه الحقيقة يمكننا القول أن نجاح الدول مرتبط بفكرة الجمهورية أكثر من فكرة الملكية بالمضمون الجمهوري أكثر من المضمون الملكي فكرة الديمقراطية هي الأساس الجمهورية كلمة اشتكت من حكم الجمهور وحكم الجمهور الحقيقي هو الديمقراطية أما الملكية فهي كلمة ذات طبيعة استبدادية من التملك والفردانية علماء الاجتماعي يعرفون أن الشرط الأساس لنمو الدول هو شرط الاستقرار استقرار المجتمع والدولة والاستقرار لن يتحقق إلا بتحقق الرضا الاجتماعي يعني رضا الأكثرية الشعبية عن نظام الحكم والرضا لن يتحقق في أكثر المجتمعات إلا بمشاركة الشعب في تكرير مصيرة عن طريق النظام الديمقراطي صحيح هناك شعوب ناجحة غير مشغولة بمطالب الديمقراطية مثل الشعب الصيني مثلا الناس بيسألوا بيكلوا ما فعل عندكم الصين ما عنداش ديمقراطية وناجحة وماشية لكن هذه حالات استثنائية لا يقاس عليها لها خصوصية الصين الصين حالة خاصة ما عندك اليابات جنبها ودولة ديمقراطية ما قادرت تستمر مثل الصين كوريا جنبها ودولة ديمقراطية ما قادرت تستمر مثل الصين وكلهم أصحاب ثقافة واحدة وانتموا إلى عركية واحدة الصين حالة خاصة مش وقت شرحها الآن أما شعوب أوروبا والشعوب العربية شعوب العربية فلا يمكن ضمان استقرارها بدون توطين الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات على قاعدة المساواة لأن التكوين النفسي والثقافي لهذه الشعوب ميال بطبيعة الفردانية حرية الفردية الليبرالية ويصعب أن تسيطر عليه عبر النظام استبدادي هناك من يقول أن الطبيعة الاستبدادية للنظم الملكية هي التي ضمنت الاستقرار لبلدانيا وهذا كلام غير صحيح بالمرة كل الأنظمة العربية تكريبا مستبدة والفرق بين دولة وأخرى هو فارق في الدرجة هناك أنظمة ملكية مستبدة وصلت مع شعوبها إلى نوع من التراضي والكبول وهناك أنظمة ملكية متوحشة لم تنال الرضا الكامل من شعبها مثل المملكة العربية السعودية وهنا تأتي أو نأتي إلى سؤال أخير إلى أي مدى يمكن الكون أن الأنظمة الملكية العربية أنظمة مستقرة وهل مقوماتها الذاتية أفضل من مقومات الدول الجمهورية لو دخلت معها في السباك من أجل المستقبل هذا هو موضوع الفقرة التالية من الأوهام السياسية السائدة قولهم قول البعض أن الأنظمة الملكية العربية مستكرة أما الحقيقة فهي أن حوامل الانفجار في هذه الدول كانت تأجلت كليلا فقط للأسباب الثلاثة التي ذكرناها من قبل أو الأربعة وأخص بالذكرى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات هاتان دولتان تحبلان الآن بالكثير من المشاكل الناتجة عن زيادة معدل الاستبداد والقمع الذي يمارسه حكام أبو ظبي والرياض هذه الدول لن تبقى طويلا لأن مقدمات بكائها تتضاءل كل يوم مقومات بكائها مقومات بكائها هذه الدول هي العوامل الأربعة التي ذكرناها من قبل ومن الواضح أن هذه العوامل تتراجع كل يوم الثروة في هذه الدول تتراجع لأسباب كثيرة لمستوى الثروة يعني لمستوى الرفاه ويبدو أن هذا التراجع سيظل مستمرة لأن هذه الدول لم تستثمر في الإنسان والحماية الأمريكية لهذه الدول لم تعد مضمونة كما كانت في العقود الماضية وطبع أمريكا في البترول العربي تراجع بعد اكتشاف النفط الأمريكي وهناك مؤشرات على أن الغرب بدأ يشعر بثقة للعبء الإسرائيلي عليه ما عندهمش موقفهم من إسرائيل كما كان من قبل يعني بدأوا يشوفوا أن إسرائيل عبء عليهم وممكن يتخلوا عنها في أي لحظة وهناك تحولات دولية كثيرة ستغير كواعد اللعبة القديمة وأخطر من ذلك أن هذه الممالك العربية مثل السعودية والإمارات كتخسرت في السنوات الأخيرة الوركة الدينية الرابحة التي ضمنت لها الاستقرار لفترة طويلة كان التيار السلفي المدعوم من هذه الدول يقوم بدور كبير في ترويض المجتمع لطاعة الملوك الملوك خدام الإسلام وحماة السنة والجماعة اليوم السعودية والإمارات كررتاء الخروج من عباءة الدين ومن عباءة أهل السنة وكلام هذا الفارغ على رأيهم إلى رحاب العلمانية وهذا لن يعجب الطيار الديني المتجذر هناك مهما كمعوا صوته ولن يغنيهم الخطاب المدخل المخابراتي لأنه لا شعبية له سياسات محمد بن زايد ومحمد بن سلمان المعادية للشعوب العربية والدول الكبيرة في المنطقة لن تمر من دون أن يدفعوا ثمنها هذه الشعوب وإذا انفجر الوضع في هذه الدول فعلى الأرجح ستختفي هذه الدول من الوجود على عكس الجمهورية الجمهوريات العربية التي تعاني اليوم من كلاكل ستبقى العراق سيظل هو العراق مهما مزقوه سوريا ستظل سوريا اليمن سيظل اليمن لأنها دول ذات هوية تاريخية واضحة وقديمة أما السعودية أو الإمارات لو انفجر الوضع في هذه الدول فستقطع إلى دويلات وستختفي مملكة آل سعود الكبرى لأنها طارئة ليس لها تاريخ ليس لها هوية تاريخية حقيقية الإمارات كذلك هذه دولة مستعدثة لها هوية ليس لها هوية تاريخية واضحة وإنما هي تركيب مستحدث بكي إلى الآن لظروف خاصة وستذهب لظروف خاصة بكيت لأنها مغسلت العالم للجرائم ولغسيل الأموال والأعمال الغير المحترمة المغامرات التي لم تخدم نابليون بونابارت لن تخدم محمد زايد وصلنا لختام الحلقة نشكركم على المتابعة ونتمنى لكم أعياد مباركة وفي أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة